وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ هكذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فبقاء الحياة مرهون بوجود الماء وإن غاب غابت مظاهر الحياة وأصبحت أثراً بعد عين لذلك فإن أصوات كثيرة تعلو للمطالبة بإنقاذ ما يمكن إنقاذه من بقايا الحياة في مناطق أهوار العراق بمحافظة ذيقار التي تواجه أزمة حقيقية لا سيما في الجبايش والحنار بأطراف ناصرية جراء الجفاف والنقص الحاد في كميات المياه ناهيك عن ارتفاع نسب الملوحة وتغير لون المياه نتيجة لذلك معاناتنا هنا الحالة كلها جفت عندنا ماء ماكو، الأهوار يبسط الحلال جف عندنا الماء كتل العطش في الأهوار والماء يصار ملحة العالم هذه القرية شوفها كلها من ناعدك من المجينة من الناس يقول هاي الشبايش، هاي راح كده تهاجر على حساب الماء سكان تلك المناطق يعيشون معاناة لا تتوقف بعدما فقد كثير منهم مصدر دخله الأساسي إذ نفقت المواشي وبارت الأرض فبدأت موجات النزوح باتجاه مناطق أخرى أملا في حياة أفضل الآن الكثير من مربين الجاموس في هور الحمار الغربي اتعرضوا للهجرة، عافوا تركوا مناسلهم وهجروا غير مكان فهذا راح نضيف هجرتهم للمدينة وهجرتهم الباقي المدينة راح نزيد من كمية العاطل يعني راح نزيد عدد العاطلين بالمدينة وهذه مشكلة راح تواجهها الدولة ولذلك على الدولة أن توضح حل سريع بأسرع وقت ممكن من أجل إيقاف نزوح سكان الأهوار وأمام واقع المعاناة هذا الذي بات يهدد بإخراج الأهوار من لائحة التراث العالمي بعد تحول مساحات واسعة منها إلى مناطق جافة لا حياة فيها وأمام غياب الدول الحكومي عن حل المشكلة فإن الأهالي لا يرون في الحكومة أملا يمكن أن يحدث أثرا إيجابيا لتخفيف معاناتهم الناجد العبادي ما يسمع العبادي راتب أخب شوار بعين مليون كونهم ميضة يا حنر هي إذن حلقة جديدة من حلقات إهمال المنطقة الخضراء وانشغال السياسيين بمصالحهم الشخصية عن مصالح الشعب العراقي وما يواجهه من معاناة وكوارث موسيقى موسيقى